اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل هذا المشكل على تطبيقك الخاص فيسبوك لايت من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نقوم بالضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل ثم نقوم بالضغط على التطبيقات بعد ذلك نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول للأسفل للبهت عن تطبيق فيسبوك لايت هنا في هذه النافذة الخاصة ثم بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على فيسبوك لايت هنا ثم سوف يقوم بأخذنا إلى هذه النافذة نضغط على إيقاف إجباري نقوم بالضغط على موافق بعدها نضغط على مكان التخزين ثم نضغط هنا على مسحى التخزين المؤقت ثم تضغط على إدارة التخزين ثم بعد ذلك سوف تقوم بالنزول للأسفل وتضغط على هذه العلامة الزرقاء ليتم حل المشكل وتقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا اشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله